أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأهمية التي توليها الدولة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة نظرا لدورها المحورية في تحسين مستوى المعيشة لا سيما لأهالي الريف المصري بالمحافظات المختلفة جاء ذلك خلال لقاء مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة المكتب الاستشاري المسؤول عن متابعة المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك لمتابعة موقف المرحلة الأولى من المبادرة واستعدادات المرحلة الثانية اللقاء تناول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة والتي تتم في القرى المستهدفة ضمن تلك المرحلة في عشرين محافظة ويزيد عدد مستفديها على ثمانية عشر مليون مواطن